اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا 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 كثير كبير وطبعاً صبايا بالسعودية صبايا صغار وقلت لهم فرجوني سليلورات كن كلهم بسطوا كثير قلت لهم هلأ بدنا نحطوا بالجزدين مش مش حديك ومش تحتيك مش ع تحت إجريك لحتنا كل شوية لأنه فعلاً من من الليقة للشخص اللي عم بيحاضر أنه يشوف الأشخاص عم بترد على التليفون أو حتى لو كان آيباد وانت عم تكتبي نوتس عليه بعد المحاضر منه معود على أنه الناس ما تكون الاتراكشن طبعاً سوري الاتنشن طبعاً لانتباه لا لا يعني أنا تلميزة ملوك الليقة لأنه كثير بسر أنجا ننتبه عليهم بالصف هنوا عم بيزعبروا بالتليفة بس اي لا مفروض أصلاً أنا بلاقي أنه أبداً مش مفروض منا صحية منا عادي صحية إطلاقاً التركيز يجب أن يكون على الأقل هل خمسين دقيقة للشخص هيدا احترام هيدا احترام لشخص اللي عم بيحاضر يلي عم بيعتيك من وقته نادين بعدانا شغلتين بدأ نحكي عليهم وانت عنديك خبرية عن البادي غارد لقبل البادي غارد بدأ قول وقت اللي منشوف شخص وصلنا كتير زمين ما شفني مش ضروري أبداً نستقبله يشو نصحان لو سمحتو ما حداً مبسوط إنه نصحان تفينا نقل له يشو ضعفان لا كمانا لأنا إذا أحداً قال لي يشو ضعفان بقل له آية نمبشعة فهيدول الأمور ما ضروري أبداً إنه كيفك شو أخبارك سلي زمين ما شفتك يولوك فاين يولوك جريت لو كان نصحان أو ضعفان يولوك جريت ولكن إنه الواحد ضغري أول ما يشوف التاني يليش نصحان هيت بركي لذا حداً عنده حالة مرضية نحنا ما بنعرف فيها إن كان نصحة أو مرض فالامتناع عن هيدا التعليقات يلي فعلاً ممكن تأذي شعور الآخر وممكن تخليه كون نورفوس أكثر من من العادي فقط نحنا دايماً بيكون أنا دايماً بيقول اللي عنده كلمة حلوة يقولها دايماً هيدي بشكل عام عليك الحق كثير لبقليك كثير لبقليك ضعفان كثير لبقليك شي بس وقت واحد يقلك يييي ليش يكن نصحان هو بيكون قريدي يعني مكرش أو هي بتكون حرام مش مش قادرة تلبس تيابة يعني نكون هو الإنسان مش مرتاح أصلاً بحاله بالضبط فنحنا يعني المشاكل تبعيته نخلوها لقلون لأنه مش مضطرين أنه نحنا نزيد على الآخر ندين بعد عنا ديئة واحدة بتحبيت أحكي عن كريسمس جيفت لا بدي أحكي عن بادي جارد إذا بتريدوا اليوم طبعاً كل العالم معرضة للخطر وكل العالم عنده حالات أمنية كتير مهمة إنما بيه مناسبات اجتماعية من غير المسموح أنه البادي جارد يكون واقف ورا الرجل السياسي أو الستة السياسية أو اللي بتكون ياه بأي مكان اجتماعي إذا كان أنت منك أكيد على الأمن تبعك ما تجي لأنه الأشخاص الآخرين منهم مشبورين أبداً أنه بدل ما يتفرجوا على الشو يتفرجوا على الرجال واقف اسم الله عليه بيبقى عرضوا بطول هالأدي هيدا الشي مشين وأصحاب العزيمة يجب أن يحرصوا على أنه كل الأشخاص اللي موجودين كل الأشخاص اللي معزومين يكونوا براحة أنا ما عندي إذا بدي أعزم شخص واحد بيعزمه لحاله وخلي يكون معه 15 بادي جارد إنما من اللايقة للآخرين أنه أبداً أبداً ما يكون البادي جارد موجود بقلب الثالج إن شاء الله هلأ على المناسبات يعني يتسمعوا لها النصائح إذا كان فيه ناس عم تسمع إذا بتريدو بيقدر يكونوا موجودين بس حوالي الأشخاص بس مش وقفين ورا للسياسي ونحنا من قللهم إن شاء الله بتنعاد عليهم بالصحة والعافية مرسي نادين أنا عكي تدم صوت لصوتك نحن نشكريك اليوم مريو كريسمس و pipes إذا كان حقاً بحضن بحضن بادي جارد شكراً اشتركوا في القناة